فريق الترجي فريق كبير في أفريقيا فريق يمتلك الخبرات فريق شفناه لما فاز على نادي الزمالك في تونس قدر برضو في مباراة العودة في مصر انه يفوز عليه فانت النهاردة بتلاعب فريق بطل علشان كده جاي النهاردة صعوبة المباراة بكرة خلاص تأكد عدم حضور جمهور الأهلي مجلس الإدارة والنادي الأهلي عملوا مجهودات كبيرة خلال 48 ساعة الماضية علشان يكون الجمهور موجود لكن الأمن كان ليه رؤية خاصة به طبعا كلنا بنحترم رؤية الأمن إن شاء الله كل التوفيق للعبي النادي الأهلي بكرة في المباراة الصعبة والمرتقبة في الساعة التاسعة على ملعب الأهلي والسلام زي ما احنا عارفين دايما مباراة الأهلي والترجي خارج التوقعات خارج التوقعات هفضل أقول وكرر بكرة النادي الأهلي إن شاء الله هيحترم فريق الترجي يعني بشكل كبير جداً مسيماني أيضاً درس فريق الترجي وهو داخل المباراة ومحفظ لعبته محفظها بشكل كبير جداً واقيل لهم إن إحنا لسه ما صعدموش لسه النهاردة المباراة 50-50 بكرة لعب تنادي الأهلي مركزة بشكل كبير نروح كده سريعاً بقى وندخل في أجواء المباراة أكتر مع الكابتن والجمعة نجمع الأهلي السابق تحياتي لك يا كابتن واقيل أهلاً بك وأهلاً بك وأهلاً باستاذ المشاهدين وأهلاً بقناة الأهلي كابتن واقيل يعني قولي شايف بكرة مباراة الإياب بين الأهلي والترجي في دور النصف النهائي لبطول الدوري أبطال أفريقيا إزاي؟ يعني طبعاً مباراة صعبة على النادي الأهلي ومش مباراة سهلة مش معنى النادي أهلي فاز بمباراة السابق هذا في الوحيد وبأداء جيد وبأداء كأننا نوجد نظري هو الأفضل لأهلي مع مصيماني في أفريقيا هتكون محسومة للنادي الأهلي لا المباراة صارت لفريق محترم وفريق جيد يمكن مر الفترة اللي فاتت بفترة بين أدام وزن شفنا رد الفعل الجماهير في تونس بعد الهزيمة والثورة الكبيرة اللي كمور عملها أنا أعتقد أن الأمور اللي حصلت فيه يعني هتبقى عامل محفز كبير جداً للعيبة الترجي وهتصعب المباراة على النادي الأهلي واحنا دايماً لعيبتنا هي الكمور بتبقى في إيديها وسامن وخدنا الأمور بجدية وبتركيز إن شاء الله نقدر نفوز ونقدر نتأهل والبثورة العشرة تقرب من النادي الأهلي ويعني إن شاء الله ننتظر روح كتلية من اللعبين وستطميم على المكسب ولكننا نتمنى أن الأمور يكون حاضر إنما إن شاء الله اللعيبة تبقى عادة المسئولية وتقدر إن هي تتفوز بالمباراة بإذن الله ونتأهل المباراة النهاية إن شاء الله كابتن وقا الجمعة أصبح من المحللين الكبار اللي احنا دايماً كلنا كأهلوية كمان بنستمتع بيهم كابتن وقا الجمعة شايف يعني مين عناصر الخطورة بكرة في فريق الترجي إن النادي الأهلي يعمله بكرة حساب والله يا سامن الترجي فرقة خطيرة زي ما قلت لك عنده الكرات السبتة طبعاً بمتميزين فيها ودي من النقاط اللي احنا لسه مازال تعبتنا ما اتطنعهاش مية في المية أغلب الأهداف اللي دخلت فينا مع موسيماني بتيجي من الكرات السبتة يعني اي من النقاط اللي ترجي متميز بها ترجي عنده حمد الهوني الليبي لعب دايز ولعب مميز كان هو يعني مع الكرات السبتة مصدر الخطورة في مباراة الزهاب وجات له أكتر من خطورة كان ممكن يتسبب في هدف على النادي الأهلي في محمد بن رمضان لعب وسط الملعب لعب دايز إنما أنا براهن زي ما قلت لك على منظومة النادي الأهلي الجماعية اللي تقدر إن هي إن شاء الله تمنع الخطورة وتقدر إن هي تبعد الخطر عندنا حالة مرمى هو الأفضل بالنسبة لي داخل أفريقيا محمد الشرناوي بأداء ممتاز وفيادة ممتازة للفريق والإدفاع الكريق والزملاء وتحملوا للمسؤولية في الوقت الصعب دايما في المباريات فأنا يهمني لعبتنا تظهر بحالتها وتظهر بتركيزها وتظهر بأفضل حالة عندها إن شاء الله نقدر نتجاوز التراكي بإذننا إن شاء الله أنا باتفق برضو معك كابتن وائل إن دايما جماعية النادي الأهلي يعني لما بتكون موجودة بيكون لها الأفضلية دايما في المباريات كابتن وائل أكيد فيه منافسة داخل ملعب برضو فيه منافسة خارج الخطوط اتنين مدربين كبار مسماني في النادي الأهلي ومعين شعباني في التراجيش ها في المنافسة زي خارج الخطوط يعني مسماني اكتسب الثقة واكتسب تقصية الأهلي الفترة اللي فاتت من قطرة الانتصار ومن قطرة خطرات الفترة اللي فاتت وأعتقد إن هو عارف يعني هي النادي الأهلي دلوقتي وعارف صيمة النادي الأهلي وعارف إن إحنا بنقبلش غير المكتب ومنقبلش غير الأداء الجيد والروح فأنا تمنى إن شاء الله بكرة تحملها للمشوار ده إن شاء الله بكرة إن شاء الله كابتن وائل حق يعني مرت بالظروف كتيرة زي دي في نفس الموقف وإنت لاعب كبير سواء مع النادي الأهلي أو مع متخب مصر في الموقف ده كابتن وائل جومع ممكن يقول إيه للعيدة النادي الأهلي آآ لسه الأمور لم تحسم آآ المباراة في الملعب آآ لعبنا شوت وفاضل شوت الثاني في مصر فإن شاء الله يعني وأنا أعتقد إن اللعيبة بعد الفترة اللي فاتت أوسامة آآ آآ لعاش وجو إن انت بتلعب على البطولة بس آآ فترحش بالتأهل مستلال الأدوار عارف إن الفرحة الكبيرة ستبقى في النهائي وتحوز بالبطولة آآ دي النقطة اللي أنا مبسوط إن اللعيبة دلوقتي بتتعامل فيها مع البطولات آآ فكرة استفريط وأن انت توصل آآ لنهائي بطولة أو قبل نهائي بطولة وما تحوزهاش بقيت صعبة على علينا وعلى اللعبين وعلى الجمهور كل الناس منتظرة في البطولة دلوقتي من الجيل اللي موجودة من اللعبين وأعتقد إن هم زي ما بقولك حاسين بالنقطة وحاسين بالمسؤولية دي طبعا كابتن واهل شايف تواجد الكابتن محمود الخطيب مع فرقة الناد الأهلي سواء هناك في تونس وأيضا كمان النهاردة كان موجود في تدريبات الفريق شايف تواجده وأثره على لعب الناد الأهلي إزاي يعني الكابتن الخطيب سمع رمز وحاجة كثيرة جدا في الناد الأهلي وبتاريخ الناد الأهلي واللعيبة لما بتصوف الرمز والسوف الأسطورة ده في وقت يعني أنا شوف إنه هو بيتحمل مسؤولية تعويض جنبور الناد الأهلي للعيبة لعيبة مفتقدة للجماهير بشكل كثير إنما لما تواجد معهم من الكابتن الخطيب في المباراة المهمة والمباراة الحساسة بتواجد معهم في التمرنات وفي المباراة فأنا شوف إن ده جزء يعوض دياب الجنبور ده بشكل مؤثر وشكل حقيقي وشكل مهم جدا للعيبة كعقيمة وكرمز بمثل الناد الأهلي وبمثل جمهور الناد الأهلي فهو ده الدعم المنتظر وإن شاء الله يعني اللعيبة بإذن الله زي ما أقول لك يفرحون البطولة للسنة دي شاف إن الجيل ده محظوظة كابتن واقل بالمسندة والدعم الكبير من الكابتن حمود الخطيب طبعا محظوظ ومحظوظ بشكل كبير بس هو كابتن بيعمله كنوع من التعويض يا أسامة لأن الجيل ده برضو مش محظوظ بعدم وجوده كمهور حقيقة حقيقة فهو يعوض الحسة دي بشكل مميز وأنا شوف إن هي يعني الحمد لله مؤثرة وكل تواجد لي مع الفريق بكل تأثير على اللعيبة واللعيبة بتبقى منضبطة أكتر ومركزة أكتر وعيش المباراة اللي هي موجودة فيها أكتر طيب كابتن واقل جمعة كان يعني أحد المدافعين النادي الأهلي الكبار وأيضا مدافعين اللي لعبوا في منتخب مصر الرسالة الخاصة من الكابتن واقل جمعة لمدافعين أو الخط الخلفي في النادي الأهلي يعني طبعا عدم ارتكاب الأخطاء يا أسامة دي حاجة مهمة جدا عيبة التراجي ممكن تلعب على الاستفزاز والاستفزاز لعيب النادي الأهلي وتفعبه أن أنت تلعب ناقص أو تلعب بكارثة أحمر أو شيء فيعني اللعيبة تبقى مركزة بس في المباراة بس مركزة في قرارات الحكم نتذكر دايما أن فيه فار دلوقتي موجود مزبوط فيه قرارات الحكم عيشوفها ما ناخدش تصرف يقدر أنه يأثر على سير المباراة وعلى أحداث المباراة والتركيز طوال التسعين ديئة سامة كل الموضوع واحد صفر ممكن الترجي يسجل من خلال كرة ثابتة في ديئة تسعة وتمانين لو أنت ما سجلتش خلال المباراة ترجع المباراة النقطة في صفر ثاني فتركيزك واتسزانك وتعاملك مع المباراة وتركيزك الدايم في المباراة هو الأساس اللي المتافعين لازم يتعاملوا به وكل اللاعبين حتى المهاجمين لازم يركزوا في أنصاف الفرص اللي هتجلهم لأن أكيد هيتطاح لنا فرص الترجي هينزل نستجل أهداف وإحنا نستجل أكثر من هدف فلازم التركيز من كل اللاعبين مش المتافعين بس إنما أنا عندي ثقة في المجموعة كلها زمن نياه إن شاء الله تعمل مباراة كويسة ونتقى أحد القرن هيكشار لو قال الجمعة ما كان معيني الشعباني إزاي يبتدي المباراة بكرة هو خسراً واحد صفر على ملعابه هل يكون عنده النهاردة قوة هجومية من بداية المباراة ولا يكون عنده تحافظ وعلى سيناريو المباراة ممكن يتم الدفع بعناصر هجومية الشكل اللي ممكن يبتدي به معيني الشعباني إزاي كابتن واحد ألعب ثلاثة خمسة اثنين قدام النادي الأهلي هستطيني عمق هجومي هلعب على الأطراف هشتغل بشكل جيد يعني الترجي ممكن عنده مشكلة هجومية في المعاكمين اللي موجودين فقدين الثقة وفقدين النقطة اللي هي بتحزم الأهداف والخريب ممكن يوصل لمرمى المنافسين ولكن ما يسجلش فدي يعني إحنا لدينا نستغل النقطة دي كالنادي الأهلي إن إحنا نسجل ونحط ضغط أكتر على خريق الترجي وثمه إنما الترجي مطالب باللعب بتوازن محاولة اللعب بتوازن محاولة الحكوم مع في عمق دفاعي موجود تحسب إن الأهلي ما يسخلش فيه هدف وطول ما هي سفر سفر إن الترجي عنده أمل طبا طبا لو اللي اديها تسعين ممكن يسجل فإحنا لدينا نبقى الأفكار اللي أنا بقول لك على هدف اللعب بتنادي الأهلي وأكيد مسلماني متوقع إن ده اللي هيحصل من الترجي وأنا بتفهم معاك إن هدف من جانب النادي الأهلي بيقضي على أمال أو بيصعب أمور الترجي أخيرا يا كابتن ويل قولي بقى المباراة اللي كانت أمام الترجي اللي إنت عمرك ما تنساها والله صممم إحنا لعبنا قدام الترجي كثير وهنلعب قدام الترجي كثير يعني مش مباراة وكابتن ويل جمعة لاعب المباراة اللي ما ينساهش أنا لاعب كانت مباراة 2012 طبعا المباراة تاريخية بالنسبة لنا صممم إحنا فيها اللقب والمباراة دايما اللي بتبقى فيها اللقب دي بتبقى مباراة ذكريات تاريخية إنما بالإضافة كمان للمباراة دي أنا شوف إن هي يعني كأداء فني أفضل مباراة النادي الأهلي عملها في تاريخه في أفريقيا كانت مباراة الترجي دي من حيث القيمة مباراة الأهلي والزمالك طبعا نتكلم إنما كأداء فني مباراة الأهلي والترجي هي الأفضل أفريقيا للنادي الأهلي في مشواره في أفريقيا يعني من أول أنا ما تبعت الكورة إنما كقيمة وتأثير على المنافس كانت مباراة أهلي والزمالك باراة البذورة اللي فات تمام. اخيرا كابتن واهل قولي بقى وانت بتلعب خمسي دلوقتي. واحنا خداك من مواطشي خمسي. كابتن واهل جمع حريف. دلوقتي في الخمس زي ما كان حريف في الملعب. ولا بتدرع. كل منلعب تلعب تلعف فرق يا عسامة عايز اقولك ان انا في الهيتي كانت وحشة جدا. اه. عمالين نتغلب ونطلع. اللي بيسجل هدفين. اه. بيكمل. الفريق تاني بيخسر. احنا في الهيتي عمالها تخسر فما لحيتش هلعب في الصراحة. يعني. انا الساعة ونص لقدنا ثلاثة مبرايات ولا حاجة. طب فين المهارة اللي احنا اعتدنا عليها. لا لا. تعريف الخماس يا وزم اه. دي مهارات هجمية بس انما لازم كل الفرقة الدافئة وما كانتش حتى بيداتها معايا. فطبعا. طبعا يعني النهار. يلا تعوض الماش تجاه ان شاء الله شكرا. 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 ان شاء الله الناس الاهلي بكرة. ان شاء الله. نفرح كلنا ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. كابتن واحد الجمعة. نجمع الاهل السابق. بتاخد مصر. كانت مدخلة مهمة جدا.